محمد صلاح يستهدف رقم دروكبا في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يتطلع نجم فريق ليفربول محمد صلاح إلى تحقيق رقم قياسي جديد في بطولة الدور الإنجليز الممتاز البريمير ليج خلال مواجهة فريق مانشستر سيتي يوم الأحدى المقبل ويستضيف ملعب الأنفيل مباراة الفريقين في الجولة السابعة من الدور الإنجليز الممتاز موسم 2021-22 ويعمل محمد صلاح تسجيل هدفين على الأقل أمام كتيبة السيتي في المباراة المرتقبة بعد يومين من أجل تحقيق رقم مميز بالنسبة له وفي حال تسجيل مصلاح لهدفين أمام مانشستر سيتي سيعادل رقم ليفواري ديدي دروكبا كأكثر اللاعبين على فارق تسجيلا للأهداف الدور الإنجليزي ويعد دروكبا هو أكثر لعب إفريقي نجح في تسجيل الأهداف الدور الإنجليزي بواقع 104 هدف بفارق هدفين فقط عن النجم محمد صلاح وسجل دروكبا 104 هدف بقميس تشيلسي من الدور الإنجليزي في 254 مباراة بينما سجل محمد صلاح 102 هدف بقميس ليفر بول وتشيلسي في 164 مباراة فقط وكان محمد صلاح قد وصل إلى الهدف رقم 100 مع ليفر في الدور الإنجليزي الممتاز خلال مواجهة برينت فورد مطلع هذا الأسبوع في الجولة السادسة ترجمة نانسي قنقر